هذا وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع مصر وتونس متمنيا التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس السعيد خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التونسي قيس السعيد على هامش مشاركته في القمة العربية بجدة وخلال لقاء آخر مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أكد الرئيس السيسي لاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيضة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس قيس السعيد رئيس الجمهورية التونسية وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بجدة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي متمنيا كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس السعيد خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي ومؤكدا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي ودعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والأصلح بتونس كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيبة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي معربا عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان